قدمنا في فيديو سابق واحد من افضل هواتف الهلي السنة حيث عن صحفك بشرائه بقوة لما يملكه من عتاد خرافي وهو شومي 12T فاذا لم تشاهد هذا الفيديو سيظهر لك في علامة الآن اما هذا الهاتف هو الشقيقه الاكبر شومي 12T برو في مستوى اخر من الفخم كما انه قاتل الهواتف الرائدة بانتياز حيث يملك مميزات تراها لأول مرة في هاتف ذكي كما انه يأتي باحدث عتاد موجود في السوق حالي والمبهر اكثر انه يأتي بسعر ممتاز كالعادة من شو كما ان عليه حاليا تخفيضات رهيبة جدا في موقع اليكسي بريس اذا حاب تستغل هذه التخفيضات تجد رابط شراء في الوصف لكن نتعرف اولا عن مميزاته في سعره بعد التخفيض في سعره بالدينال الجزائري ولماذا يعد هذا الهاتف صفقة خرافية للشراء السلام خبتي ومرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كاملوا بخير كالعادة قبل ما نبدأ لايك للفيديو واذا كنت اول مرة تشاهد قناتي اشترك الان وفعل جرس التنبيه باش تصلك كل الاشعارات والان نبدأ على بركة الله بداية تصميم الهاتف نفس شومي 12T فالخامات من الزجاج مع ايطار من البلاستيك الصلب الوزن 205 جرام ليس ثقيل وليس خفيف كما انك تقدر تحكم به بيد واحدة بشكل طبيعي يدعم مقاومة خفيفة للماء والغبار بشهادة IP53 والتي تكتفي فقط برداد الماء الشاشة ايضا لا تختلف عن النسخة العادية فهي من نوع كريستال ريس اموليد مقاس 6.67 انش بجودة الفول اتش دي بلاس بكتبة بيكسلات 446 بيكسل في الانش تدعم معدل 120 هرتز تدعم معدل لمس 480 هرتز لذلك ستقدم لك ثلاثة عالية جدا في الاستخدام تدعم الHDR 10 Plus بتدعم اكثر من 68 مليار لون كما انها تتميز بخاصية True Display لتصحيح درجة حرارة الوان حسب استخدام الشاشة تدعم ايضا Dolby Vision على عكس Xiaomi 12T اما السطوع فهي تصل لـ 900 نيس كاقصى حد وتدعم خاصية الDS-E P3 والSRGP لذلك رح يكون عندك عدة خيارات لتعديل الوان حسب استخدام رح تقدم لك متعة مشاهدة خرافية من ناحية التشبع الممتاز الالوان والدقة العالية والتباين الرائع مع التفاصيل القوي رح تستمتع جدا بتجربة الشاشة بشكل عام بالاضافة انها تقدم لك جودة صوت ستيريو من نوع هارمون كاردون بتقنية Dolby Atmos رح تستمتع بافضل تجربة صوتي الهاتف يأتي باحدث معالج من Qualcomm Snapdragon 8 Plus الجيل اول بمعمارية 4 نانو متر ومعالج رسومي Adreno 730 تم اختبار هذا الهاتف في منصة OnToto وتحصل على اكثر من مليون نقطة وفي منصة Gangbench تحصل على 1238 نقطة للنواة الواحدة و481 للانوية المتعددة ارقام مميتة جدا ورح يقدم لك افضل تجربة اداء في فياتي السري مع تجربة لعب ممتعة جدا تلعب جميع العرب الثقيلة باعلى اداء وبكفاءة عالية جدا الهاتف يتوفر بثمانية جيجا رام من نوع LBDDR5 مع 128 و 156 جيجا ذكرة تخزين من نوع UFS 3.1 كما ان عندك نسخة اعلى 12 جيجا رام مع 256 جيجا ذكرة تخزين الهاتف يعمل بنظام Android 12 ووجهة شاومي MIUI 13 الميزة الابرز في الهاتف هي الكاميرا حيث تعتبر واحدة من افضل الكاميرات في فياتي السري عندك عدسة رئيسية بدقة 22 ميجا بيكسل بفتحة 1.7 تأتي بسنسور من سامسونج HB1 تدعم التخبيط البصري والالكتروني الثانية 8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع والثالثة 2 ميجا بيكسل للماكرو تدعم تصوير الفيديو 8K بمعدل 24 فنفة الثانية وال4K بمعدل 30-60 فنفة الثانية والامامية بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة 2.4 تأتي بمستشعر من سوني AMX596 تدعم الفيديو بجودة FHD بمعدل 30-60 إطاف الثانية المميزة في الكاميرات هي العدسة الرئيسية حيث تقدم لك صور ممتازة في الألوان حيوية والتباين عالي جدا كما أن الديناميك ريج ممتاز وأيضا تفاصيل قوية في أغلب الظروب هذه الصور بالوضع الافتراضي 12 ميجا بيكسل كما أنه عندك وضعين للتصوير وضع الخمسين ميجا بيكسل ووضع المتين ميجا بيكسل يفضل وضع اختيار الخمسين ميجا بيكسل للتصوير لأنها ستقدم لك صور أكثر تميز من وضع المتين ميجا بيكسل لكن المميز أن وضع الخمسين والمتين ميجا بيكسل ستقدم لك تقريب بصري رهيب جدا دون فقدان تفاصيل كثيرة وهي أفضل بكثير من عدسة مخصصة للتقريب هناك العديد من الأوضاع الاحترافية مخصصة لهذه العدسة ممتعة جدا لا يسعنا أن نتكلم عنها جميعا بالنسبة للعدسة الواسعة فيتقدم لك صور ممتازة في الألوان دقيقة والتباين جيد كما أن الدينامي كرينج رائع جدا في أغلب الصور عدسة الماكرو تقدم لك أيضا آداء جيد لكن تعتبر متواضعة مقارنة بهاتف يعتبر قاتل الفلكش الهاتف يحتوي على معالجة تلقائية للوضع الليلي عند التقاط الصور في الإضاءة الليلي ورح تقدم لك صور مميزة بالعدسة الرئيسية فالتفاصيل جيدة والضوضاء تقريبا منعدمة مع الدينامي كرينج ممتاز في أغلب الظروب بالنسبة للعدسة الأمامية فهي تقدم لك جودة كجودة النسخة العادية وتعتبر مقبولة جدا أما الفيديو فهي مميزة جدا سواء بجودة 8K أو 4K فالألوان مشبعة والتفاصيل القوية والدينامي كرينج رائع جدا كما أن الضوضاء منعدمة في أغلب الظروب أيضا تتميز العدسة الرئيسية بثبات عادي جدا عند تصوير الفيديو من مميزات تصوير الفيديو هي الوضع لبرو فوكس حيث تركز على الهدف بشكل أكبر ماذا ما في نتاق التصوير وهذا رح يديك مقاطع فيديو احترافية جدا بشكل عام كاميرات ممتعة قصوصا العزيزة الرئيسية البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم شحن السريع بقدرة 120 وات أداء البطارية مقبول من ناحية الاستهلاك لكن أداء البطارية في النسخة العادية أفضل من نسخة البرو البصمة مدمجة أسفل الشاشة أداء وسريع الهاتف يدعم خاصية الأنفسي ويدعم مستشعر IR لتحكم بالأجهزة الكربائية تم طرح هذا الهاتف بسعر 749 دولار لأقض نسخة لكن المميز أن حاليا عليه تخفيض رهيب جدا بخصم من المتجر يصل لـ 200 دولار ورح يكون سعره 549 دولار فقط أي في حدود حدش المليون جدائرية صفقة خرافية جدا عليك أن تستغلها لأن التخفيضات ستنتهي قريب كان هذا كل ما لديناه حول هاتف شاومي 12T برو في الأخير تمنى أن تدعمني بلايك للفيديو وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتي اشترك الآن وفعل جرس التنبيه بيشتصلك كل الإشعارات ودمتم في رعاية الله وحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر